من هنا سر الحكاية من هنا إقرأ وكان بمحتوى هادينا قد خطب الرحمن فيها محمدا لغة بها القرآن أنزل ربنا من هنا سر الحكاية من هنا بها ننتمي للدين نفهم فقهه ويشع نور للهداية في الدنى فلتتبع الأجيال نهج نبينا بمحجة بيضاء نور دربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد جاء الإسلام في زمن فوضى الحروب بين الأمم قائمة بين فارس وارضوم لم تقف بين قبائل العرب لم تنقطع بين من يسيطر على اليمن وعلى بعض بلاد أفريقيا الحروب مستعرة بين الناس فجاء الإسلام صحيح أن الحروب لم تنقطع فأمة بلا جيش يدافع عنها لا بقاء لها فإن الناس تطمع لكن جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى هذه الحروب فيها رحمة هو قتال هو سفك دماء هي دماء تسيل لكن ما يخالف مع هذا لتكن في قلوبكم رحمة حتى في القتال ولهذا لما كان يرسل أمراءه في الحروب وفي الجهاد كان يحذرهم لا تقتلوا وليدا ولا مرأة ولا شيخا ثانيا يعني يا رسول الله هذه حرب حرب يموتون الناس بعد نبي الرائب طفل وخر عنه والمرأة كلهم كفار وعداء ليخالف لكن يبقى طفل ليكن في قلبك رحمة صحيح أننا نقاتل من يقاتلنا أننا نقاتل بما أمر الله بالضوابط التي يريدها الله لكن قال لهم لا تغدروا شوف الأخلاق حتى في الحروب قلوب تبقى رحيمة إياك والغدر قال لا تغدروا ولا تمثلوا لا تقطع الجسد وتعذب وتحرق بالنار ليش كل هذا ما في قلبك رحمة لما رأى في حنين امرأة مقتولة غضب عليه الصلاة والسلام مع أنها كانت مع المشركين المشركون أخرجوا أهاليهم وذراريهم حتى لا يفروا من المعركة ففعلاً كانت المعركة في بدايتها القوة للمشركين كانوا عدد ونصبوا الكماء فلما انتهت المعركة لصالح المسلمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل امرأة مقتولة فغضب قال من قتل هذه ما كانت هذه لتقاتل الله أكبر ولما حذرهم من قتال أطفال المشركين قالوا يا رسول الله إنما هم أولاد ومشركين يعني دعنا نقتلهم شنو يعني ترى كلهم كفار أباهم كفار رح يصنوا مثلهم قال إنما خياركم أولاد ومشركين يعني لو تسأل عن قادة الصحابة في ذلك الزمان وعن خيارهم من أباؤهم ترى أباهم كانوا مشركين ولهذا كان نفسه أسلم يذكرهم نفسهم ترى إذا أنت تقول هذا طفل يعني رح يصن مشرك مثل أبوه حالة حالة ترى أنت كنت مثله لكن الله نجاك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم شف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال بالنساء بالضعفاء بل حتى العباد في الحروب ترحمهم لا تمد إيدك عليهم قال ولا عابداً في صومعة يعني وخر عنه ولا شيخاً فانياً ولا عابداً في صومعة بل لما صار العقد والعهد بينه وبين نصارى نجران كتب في عهده صلى الله عليه وسلم أن لا تهدم لهم بيعه شوف الأخلاق ولا يقتل لهم قس أو ولا يخرج لهم قس يعني ولا عالم من علمائهم ولا راهب من رهبانهم ولا حبر من أحبارهم ما يعتد عليه قال وَلَا يُفْتَنُوا فِي دِينِ شفت الرحمة حتى مع هؤلاء بل إن في الحروب هناك أسرى والله عز وجل قال عن أصحاب النبي كيف كان يعاملون الأسرى أسير يعني قبل شوي شايل السلاح علي قبل شوي شايل السلاح علي والحين أنا أسرته يعني اشتبوني عاملة هذا قبل شوي لو قدر عليك أن قتلني اليوم صار أسير عندي شوف الرحمة وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا الطعام اللي يحبونه يعطونه لمن؟ للأسير إنما نطعمكم لوجه الله فطعم كافر الحرب نعم لوجه الله عز وجل صح الحرب قوة وقتال ويعني الناس تسيل دباعها وتتطاير الدماء والرؤوس والأعناق تنقطع ومع هذا هناك جانب من الرحمة لا تفقد حتى في الحروب هكذا علمنا هكذا علمنا إمام الرحمة وسيدها الذي أرسله الله رحمة للعالمين سرسل الله وقوم برحمة للعالمين اشتركوا في القناة